بآل محمد بآل محمد بآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أشهر أفكار الصوفية التي انتشرت في الوسط الشيعي أول تلك الأفكار هي فكرة الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق والفكرة الثانية هي فكرة الشيخ والمريد حتى قالوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان والفكرة الثالثة هي فكرة الفناء والبقاء بالمعنى المعروف عندهم وليس بمعنى الموت والحياة والفكرة الرابعة هي فكرة السلهام الروحانيات من قبور مشايخهم ظنًا منهم أنها تستمر في تكميل مريديهم وتفيض عليهم العلوم والمعارض والفكرة الخامسة أو النظرية الخامسة هي فكرة الإنسان الكامل حتى بعض صوفية الشيعة لديه كتاب باسم الإنسان الكامل ومنهم ما يكتب كتابا بنفس المضمون إلا أنه يختار له عنوان مشابه له والفكرة السادسة أو النظرية السادسة هي فكرة النبوة الإنبائية حيث يعتقدون النبوة التشريعية ختمت إلا أن النبوة الإنبائية لم تختم بعد حتى تتيح للصوفية مجالة واسعا من التحدث والتشريع بما ينسج مع أهواء النفس وما ينطلق من أوهام لا أساس لها من الشرع والفكرة السابعة أو المصطلح السابع هو فكرة الأسفار الأربعة وهذا من المصطلحات الصوفية ذكره عبد الرزاق الكاشاني الذي سبق ملة صدرة بنحو ثلاثة قرون في كتابه الصلاحات الصوفية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بآل محمد بآل محمد ورث الصواب بآل محمد ورث الصواب